مساء الخير يا برج العزراء. نخش عطول على الطاقة العامة لان ادهشتني قليلا. اذا تصور. طيب شايفك ازاي? هو شايفك ان انت كارتي ده مش ندم. لا. شايفك ان انت زعلان على ثلاث كبات او ثلاث حاجات. يعني زعلان هي في مشكلة في العظامة. حصلت مشكلة. ايا انها تعلم مشكلة بس هي مش خيانة بس هي مشكلة. هو شايفك ان انت عمال فجرت العلاقة وقررت تمشي وقررت تهد الدنيا على دماغه. ولكن نسيت له جمال تانية. نسيت حاجات تانية. باصص زي ما يقولو كده على الشيء المدلوق وسايب ان في حبة في الكوباية. فانت باصص على ثلاث كوباية اتدلقوا. في كوبايتين وراك. هو شايفك ان انت. فجأة مرة واحدة وقفت شغل في العلاقة دي. ممكن تكون انت بالظبط انت بتشتغل جامد اوي 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 اوي. كنت واحد جنبه اوي. ومحاسسه ان كنت محاسسه ان كنج او بانتكرس. ممكن تكون انت في شغل بينك او حدا زيدي. بس انت كنت محسسة في المشاعر والعواطف والكلام والإتمام يعني فجأة قررت ان انت زغلت منه على حدات بسيطة وفجرت الدنيا ومشيته هو برج العزراء مش أماص ولكن برج العزراء ما بيحبش حد بوزله خطته يعني انا ماشي على خطة بحبك وتحبني اهتم و تهتم بي فجأة بقى هتمشي كده هاحبود انا كده مهمينيش هتدوس على قلبي وامشي فانت حزين قوي شايفك ان انت حزين قوي على ثلاث كبات وساب كباتين سابة في حاجتين وراء طب بص وراء يا اخي طب ليه وقفت كده؟ بيقول ليه نفسه ليه وقفت كده؟ احنا كنا زي الفل وكنا سنى على عصر ليه فجأة خلتني في ازمة مش عارف اعمل ايه؟ ليه كده؟ عملت كده ليه؟ فشايف ان انت فجأة مرة واحدة بطلت شغلي في هذه العلاقة وطرقتها وقلت شكرا على كده انا عايزة امشي طب انت شايفوا ايه بقى؟ الكرتين دول لما يجوا مع بعض يبقى في شخص فعلا في ازمة في شخص فعلا في ازمة انت شايفوا ان هو بص بقى ركزنا قائمة حط نفسه في ازمة هو في ازمة بس هو اللي حط نفسه في الازمة دي في حاجة حصلت ما بينكم ولكن انا اا مش ساحرة انا مش ساحرة يا ببلاوي لا انتم مش جايين عمر افندي هنا انا مش عارف ايه الازمة ولكن في حاجة عطلت هذه العلاقة خليتك توقف تماما العطاء ويسبته يحل بقى مشاكله مع نفسه ايه هي الله اعلم يمكن ان يكون طرف ثالث وانت اكتشفت ان طرف الثالث ده معاه اوي اوي او انه مثلا انطلبت منه انه تاخد خطوة جدة في العلاقة ولكن هو تقاعص عن هذه الخطوة الجدة وحط نفسه في ازمة بقى فانت شايف ان هو حاطت نفسه في اوهام في اوهام الشخص ده ممكن يكون شكاك برضو وحاطت نفسه في اوهام ان انت بتعرف عليه حد مثلا حاجة زي كده وبيفكر كتير اوي 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 هو بيفكر كتير اوي وبيحسب للخطوة الف مرة ميقدرش يعمل الخطوة اللي ميحسب لها الف مرة بني يكون بطيء ودايما دايما عنده نظرة تشاؤمية انت على فكرة انت بتحبش كده انا بحبش كده انا الحياة سهلة انت بالنسبلك الحياة سهلة وبسيطة اقول لي بحبك اقول لي بحبك اصبر معاك عشر سنين تصبر معاك عشر سنين انما هو مقزم في حاجة هو عاملها ازمة في موقف ومقوف في حاجة هو حاطت نفسه فيها بس الحاجة دي وهمية او شيء وهمي او مش وهمي موقف ممكن يعندي ممكن يتحل اسهم مش عارف يحلو فانت شايف ان هو بطيء اوي ومفكر كتير قوي ومش ربي يحل الموضوع وبصص كده النظرة تشاؤمية الموضوع انتهى او انت مشيتي او انت في حاجة غلط في الشخصية دي انا حاسة ان هو مش مريض نفسي ولكن هو مقزم هاجة وهو هو في ازمة في ازمة مش عارف يعمل ايه محتار جدا جدا ممكن يكون فعلا فيه طرف تابت وانت فجأة كده قلت له اقول لك ايه يانا يا هي يلا بقى يبقى حل نفسي حل الازمة دي فورا يلا انا مش هفضل اديلك في حاجة واكلمك وقولك بحبك واهتمي بيك وابقى في العلاقة مية مية وفجأة فجأة فجأة تسابني يانا يا هي انت خدت موقف وقلت يانا يا علاقة دي خلصت ده نرميك من فوق البرج انت وهي كمان يعني انت ممكن تكون واقف في البرج ازمة ولميت الاثنين دون من فوق يلا يا عم بقى ما تقلفنيش بقى انا اخل اديك جوحر وبصراحة ممكن يكون عندك حق لو شخص ده فعلا كان بيتمايع في اخذ القرار بس هو يعني شاعر بنقص فظيعة من غيرك بصراحة وفعلا حاسس ان انت فجأة فجأة يعني قلبت عليك كبيات قلت له لأ شكرا قوي كده سي قوي كده مش عايزة منك اي حاجة طيب هو ايه الخطوة اللي عايزة اخدها بقى بيفكر فيها هو مش عايزة اقول خداعة لان هي ما تقولش خداعة ولكن ممكن اخد لك كارتة برضو اضافة هنا حشان برضو ايه من يكونش ظالمنا لاجي علاقة ثلاثية صرف 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 علاقة ثلاثية صرف صرف علاقة ثلاثية الشخص ده عايز ينهي العلاقة الثلاثية دي ما تخافش اللي انت عملته صح يا برج العزرق موقف اللي انت اخدته ده ممي شابوه انت بتيجي في الوقت الجد تقلب هو محتار انت شايف حطيت نفسه في ازمة في ايده يختارك او يختار الطرف الدات ونحل بقى المشكلة دي هيخلص خلاص الحياة بفعش وقت ان انا اقضي حياتي كلها قاعدة جنبك بخدمك وانت مع واحدة تانية علاقة ثلاثية هو يعني قرر خلاص هو مكرر يمشي بص هنا محتار عشان بقولك كارتة ده قلقني شوية هنا محتار هنا هيختار خلاص عيز ينهي بقى الارب ده هو كمان على فكرة الفان لعلمك يعني هو كمان الفان من علاقة ثلاثية دي خالص وعايز يرجع لحد من الماضي ممكن تكون انت ممكن تكون انت وعايز بقى ينهي بقى الصراع ده برضو ده ثلاث اطراف اهم شاعر بان العلاقة ثلاثية دي كده للا زرقة انت مش عارف يعمل ايه وكلنا خسرانين في العلاقة التالتة دي كده كلنا خسرانين كلنا مفيش حد فينا كذبين محدش فينا كذبين فعايز بقى ياخد قرار بقى عايز يعمل تغيير بص ده شخص بيضبق هو بيفكر تتير فعلا يعني كارت الساحر بادو تفكير عميقه ولكن هيطلع بقرار مرة واحدة لكن ادي له وقته عشان لما ياخد قرار يبقى معايا يبقى معك بكارت طب انت مكرر تعمل ايه انت مكرر بص بقى انت مكرر تسيبها على الله يعني خد وقتك في الاجابة وهقف مكاني لغاية ما القدر يحكم بحكمه بص وده كلم العائل انت خلاص انت انت اديت له الكلام انت اديت له كلام جامد قوي تمكر تكون اديت له كلام جامد قوي وسيب العلاقة دي بقى يحكم فيها ربنا سبحانه وتعالى بما يشاء لو احنا البعض يا ابن الحلال هتبقى انت زوجي وانا زوجتك مش البعض خلاص انت زهقت من الوضع عموما زهقت من الوضع فانت واقف في مكانك عمل تلعب بالحصان كده ماشي يروح ويجي رحته ولكن انت سيبها تيجي زي ما تيجي هتعالى تعالى ولكن في نفس ذات الوقت اشعر بسيناريو اخر هنا هتأكد منه ده ممكن تكون عايز تخرج من العلاقة دي تماما عايز تنهي العلاقة دي انت شاعر بانها كان فيها ازمة انت محتور بقنا يا ربي يا الهي بص بقى انت انت شاعر بان العلاقة دي كان فيها ازمة وفعلا فيها طرف ثابت وكان فيها تفكير يعني كتير قوي من جهة الطرف ده او انت استغلت كتير يعني فضل كتير قوي فيها ولكن فيها حب وكان فيها استقرار بس انت بقى عايز بداية جديدة سواء بقى مع الشخص ده او مع غيره بس انت عايز بداية جديدة نظيفة خالية من الطرف الثالث هتيجي يا عم الحج يا اهلا وسهلا بس مفيش طرف ثالث مش هتيجي شكرا لك مش فكش تاني في حياتي من الاخر على بلاطة هو ده اللي انت عايز تقوله هتيجي انا وفف مكاني مش هعمل اي حاجة والله يمانا متحركة عايز تيجي تفضل من غير طرف ثالث مش عايز تيجي انا هبدأ بداية جديدة تماما اه كنا بنحب بعض اه بنموت في بعض بس لا انا اسف استوب بالغاية هنا استوب وعايز كمان لو هيرجع شخص ده تاني يبقى فيه توازن يبقى فيه توازن يبقاش فيه طرف ثالث هو محتار هو كان محتار مابينكو من حد تاني ده وش يعني وما كانش عارف ياخد قرار فهتقوله لا استوب وقف هنا يا انا يا الطرف ده يا انا يا دي طيب هو عايز يقدم لك ايه او شايف العلاقة دي فيها ايه او شايف العلاقة دي فيها حب كبير اوي صحك ده يعني الكنج اوف كابس والكنج اوف كابس والكنج اوف بانتكالس يعني الحب والغرام والاستقرار والبداية الجديدة والبداية الحقيقية وانقومي الى البكرة الصبح كلام كتير اوه هذه العلاقة بالنسبوع العلاقة متكاملة علاقة متكاملة فيها كل حاجة وعايز يقدم لك عرض جديد عايز يقدم عرض جديد انما انت بقى برضو هنا يحمل السينيور النهينين اتنين سينيور انا واقف في مكاني اهو بصص لقدام ومالش دعو بعروض تيجي ما تجيش براحتك ولكن هتيجي يبقى مفيش شئ من الماضي يجي معك الطرف التالت ما يجيش معك هتقرب من حياتي بالطرف التالت هقولك باي باي بكل بساطة هتيجي هتيجي بطرف التالت هقولك دف وقفل وانهي على الماضي وعليك وانا وانت النط ولا ليه عزيزي ولا ليه غالي بس كان اتنين سيناريو في هذي القصة اقدر قولي اتنين سيناريو انت مخيروا وعشان كانت توقف في المكان هتيجي من غير طرف التالت هتيجي من غير اي مشاكل عموما ملاش طرف التالت هتيجي من غير اي مشاكل لو اترف دلت داعيلة اب ام تيجي وانت حلل مشاكلت عشان انا ايه؟ عشان انا تعبت تعبت في ان انا بشتعل في العلاقة دي لوحدي وانت تحتطوع ابوك وامك بمعنى اضطيبك يعني امك تقولك لا دي وحشة خلاص يا امي خلاص تمام لا مش هسمح لك بكده دا هتيجي تنهي عالماضي كله ونبدأ صفحه جديده ماضي مش انت شايفني الكنجي اوفكابس وشايف ان انا بداية حلوة يبقى انا استحق طيب النصيحة ايه؟ النصيحة بتقولك التين اوف التين اوف وندس هو شخص اللي اول كده قبل ما وضحها التين اوف وندس شخص ماشي في طريق القدام هو متقدم هوا ولكن بيحمل معالماضي دائما فالنصيحة بتقولك شيل بقى الام الماضي دي وبدأ صفحه جديده يعني بطل يعني خلاص بقى انسى بقى راحت فيها انسى بقى اللي حصل خلاص انسى اللي حصل ابدا صفحه جديده مع نفسك بقى ومتحملش الام الماضي كده وانت ماشي قدام انت لو عايز تبدأ علاقه جديده انسى القديم لو برج العزراء اللي شهيفني بلقتي عايز تبدأ علاقه جديده بعد هذه العلاقه وفعلا انها عليها لو سمحت بطل 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 جد انسى انسى انسى